نادي الأهلي نروح للملف التاني الهام اللي قلت لحضراتكم عليه في البداية هي مباراة المقاولين العرب عايز أتكلم شوية قبل ما نروح للأخبار الخاصة بمباراة المقاولين العرب لكن زي ما حضراتكم عارفين جمهور الأهلي جمهور زكية جدا جمهور بيعرف أتعامل مع المواقف الكبيرة بيعرف أتعامل مع المواقف المهمة جدا في الأوقات الصعبة جدا جدا نادي الأهلي من بداية الموسم هو عنده ثقة ويقين أن نادي الأهلي إن شاء الله يكون بطل دوري العام والكلام ما شفناه دائما النادي الأهلي كان عنده مؤجلات كتيرة جدا جدا والنادي الأهلي كان في آخر الدوري وبعد كده في نص الدوري وبعد كده في أول الدوري المطولة راحت وجد كذا مرة لكن جمهور الأهلي دائما عنده ثقة وعنده يقين ومش بيتكلم كتير دائما جمهور الأهلي مش بيتكلم كتير ودائما بيكون حريص على الجزئية دي تحديدا جمهور الأهلي مختلف عن بقية الجمهور اللي موجود في مصر عنده ثقافة عنده وعي ودائما بيتكلم بصفة الجامعة محدش بيتكلم فردي أبدا من جمهور النادي الأهلي علشان كده بقول لحضراتكم مباراة المؤولين العرب مباراة صعبة جدا مباراة فيها طموح لنادي المؤولين العرب كابتن عماد النحاس الدور الأول تغلب على النادي الأهلي وبالتالي الدور الثاني بيسعى كأي مدير فني وده حق مشروع جدا جدا أنه هو يفوز على النادي الأهلي في المباراة الثانية حاجة تانية أن النادي المؤولين العرب واحد من الأندية اللي فعلا على مدار تاريخها بتلعب دايما بشرف بتلعب دايما بالرجولة بتلعب دايما بقوة وده النازل اللي بوري العرب هيثبته في مبارات يوم الأربع الحاجة التالتة اللي بعد كده الناس بتتكلم على رحيل أحمد علي وأيضا عدم وجود طوار محمد طهر لكن زي ما بقول حضراتكم أحمد علي مش موجود هيبقى فيه واحد أشرص منه هيبقى فيه واحد أقا منه موجود وده أمره طبيعي جدا علشان يثبت نفسه علشان يقول أنا موجود علشان يقول لكابتنا مادة النحاس أننا تقدر تعتمد علي في الموسم القادم كمان طهر محمد طهر واحد من اللعبين المهمين جدا لكن زي ما بقول حضراتكم أي لعبة يكون موجود وانتوا عارفين منشط الأهلي كلها وأي فريق مش بس المعادنين العرب كده أنا يعني لو هنذاكر على مور تاريخ أن لاي أي نادي بلعب نادي الأهلي بتبقى المباراة مختلفة كل واحد عايز يثبت نفسه هيدي المباراة اللي اللعي بيستنع من الموسم للموسم علشان هيدي الفاترين اللي بيعرض عليها شغله اللي بيعرض عليها مستوى ليه لأ ما كنتش موجود في النادي الأهلي وليه لأ ما أعملش المباراة النادي الأهلي يعجب بيا ويدومني وتفاوض معايا ليه ما أعملش المباراة أبقى موجود في النادي كبير من الأنديات الكرة المصطية طبعا الموroyين العرب النادي كبير جدا وكل حاجة لكن طبعا دايما اللاعب كرة القدم طماعة فيه طموحات وطماعة فيه أحلامه علشان كده بقول حضراتكم المباراة صعبة جدا المباراة هتبدأ يوم الأربع المباراة لسه ما خلصتش وبالتالي لازم ندعم لازم نقف لازم نبقى عارفين أهمية المباراة علشان من خلالها لو ربنا كرم إن شاء الله والأهلي فاز يتم تتويج الأهلي رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز زي ما حضراتكم عارفين من الهدف من الأول من بداية المعسكر مباراة المؤولين والزمالك كل اللعيبة اللي تكلمت معنا في المعسكر قالت أهم مباراة هي مباراة المؤولين العرب يعني حتى لو نتيجة 1 صفر حتى لو نتيجة 2 صفر حتى لو نتيجة 3 صفر جمهور الأهلي مش بيحتفل غير بنهاية صفورة الحكم أي نعم إحنا اللي بنعمل كده في الأندية التانية ودائما الأندية مش بتحتفل غير بعد ما الحكم يصفر ويتأكدوا أن هم خرجوا من الملعب لكن جمهور الأهلي دائما في اللقاءات الحاسمة لابد من الدعم لابد من التركيز لابد من الوقوف وراء الفرقة علشان نعرف أن المسئولية مش يعني مسهلة مش عجبني سوشال ميديا ومش عجبني جمهور الأهلي اللي بعض منهم بيقول إنها مباراة سهلة بيقول إنها مباراة يعني خلاص الأهلي حسم بيها بطولة الدوري مع كامل الاحترام والتقديل لحضراتكم المباراة صعبة جدا ما فيش أي احتفالات ما فيش أي انتصارات غير بعد التسعين دقيقة لازم إن شاء الله الأهلي يفوز بالمباراة علشان يتوج رسميا ببطولة الدوري مباراة تاني صعبة مباراة مهمة مباراة لنادي الأهلي هتكون مهمة أولا لرد اعتبار دور الأول والمباراة اللي اخسرها أمام المؤردين العرب أيضا لتلات نقاط مهمين جدا في مشوار البطولة وأخيرا هي الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز زي ما حضركم شايفين هنا الأجواء من قناة الأهلي احنا عارفين مدى صعوبة المباراة عشان كده دايما بنتكلم عليها ونكون حرصين يعني نعايش الجمهور معنا في الأجواء علشان لو ما عايشاش الجمهور معنا في الأجواء نتحك عليهم وهيكونوا دايما مش عارفين إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيدور التركيز جوال نادي الأهلي ما بين مدير الفني جهاز فني جهاز إداري لعيبة كلها مركزة مفيش غير هدف واحد هو الفوز إن شاء الله بالثلاث نقاط علشان كده بقول لحضراتكم دايما بمهور الأهلي بيبقى حريص جدا على المصلحة العامة حريص جدا على مصلحة النادي الأهلي علشان كده إن شاء الله كلنا عندنا يقين وثقة وأمل في اللعيبة إن هي تقدر تحقق الفوز بالمباراة واتحقق الثلاث نقاط